قال موقع إكسوس الأمريكي إن الولايات المتحدة وأربعة من حلفائها في أوروبا يأملون في الإعلان عن سلسلة التزامات خلال الأسبوع القليل المقبلة تتعهد بها إسرائيل وحزب الله لنزع فتيل التوترات على الحدود اللبنانية وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع في هذا الشأن هذا وأفد الموقع أن أموس هوكشتاين أحد أقرب مستشاري رئيس بايدن التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يو أف جالنت في إسرائيل حيث ناقش اقتراحه بشأن تفاهمات جديدة حول وقف المنوشات على الحدود التي تحدث منذ السابع من أكتوبر على الحدود بين البلدين هذا ومن المتوقع أن تركز التفاهمات على التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006 وقالت مصادر مطلعة لإكسوس إن التفاهمات الجديدة ليتم التوقيع عليها رسميا من قبل الأطراف لكن الولايات المتحدة وأربعة حلفاء هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا سيصدرون بيانا يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانبا على تقديمها